كل ما تيجي تتكلم انا ما بتكلمش على نادي معين او انا بتكلم حتى على مسؤولين سابقين في اتحاد كرة القدم او في الاجداء اللي كان بتدير اتحاد كرة القدم السابق تقد يعني الناس بتقول كلام والله يفاكرين نفسهم اعادين لوحدهم يعني حتى لو اعادين لوحدهم اه مش هيطلع الكلام ده ولكن اللي في القلب بيطلعوه وهم قاعدين فالحقيقة ان حد يطلع يقول لي بعد كده مظلومية هتبقى مشكلة كبيرة هقول له كلاب هاوس بس مش هقول حاجة تانية هقول له اتفرج عليك او اسمع كلاب هاوس فانتهت اسطورة المظلومية اللي احنا عايشين فيها وبقالنا مئة سنة عايشين في الموضوع ده وعايشين في الكلمتين دول وهم هم الكلمتين احنا اصل الاهلي ده على رأسه ريشا اصل الاهلي ده مش عارف ايه اصل ال يا جماعة بجد تعبنا بقى بتكلامت حضرتك بنفسك بتقر حتى بعد ما جدت يصلح الخطأ قلت كلام يقر اللي انت قلته ده حضرتك اقرد باللي انت قلته انت بس اللي فارق معاك مين اللي سرب لكن ما قلتش لا انا ما كانش قصدي الكلام ده لا يعني انت الكلام ده بالنسبالك مظبوط ان فيلم بتعمله علشان الناس بس تتعاطف تتعاطف معاك شوية علشان انت مش قادر تعمل حاجة في الملعب احنا عايزينكم في الملعب يا جماعة عايزين نتكلم في الملعب وبعدين ما تدخلوش بقى الاهلي في كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا لان الموضوع ابسط من كده بكتير حضرتك بتطلع تتكلم في كلاب هاوس كلاب هاوس بتطلع تتكلم وقلت واحد اتنين ثلاثة مش انا اللي قلت مش حد اهلاوي اللي قال مش حد بيشجع النادي الاهلي اللي قال حضرتك اللي طلعت وقلت هذا الكلام انا من رأي الكلام ده ارفع عضية انا لو منك ارفع عضية بجد لان انت اقريت بالكلام اللي حضرتك قلته في كلاب هاوس اقريته فأنا الحقيقة سعيد بهذا التطبيق سعيد جدا بهذا التطبيق لأنه